سبع الخير عليك يا جمانة وربما الكل عارف ان القلاص ايام قليلة جدا وتبدأ الدراسة في كل المدارس الحكومية الاول من اكتوبر هو الموافق كما علامت الزرفة التنبيه والتعليم لبداية العام الدراسة الجديدة بالتأكيد اصر كتير جدا الايام دي بتستعد وبتحضر نفسها ان هي تستقبل هذا العام على كل اوجه التعامل مع هذا الامر اكبر مشكلة ربما بتوجه ناس كتير جدا هي ازاي تنظم وقت اولادك في اول اسبوع السؤال اللي موجود النهاردة على صفحاتنا على مواقع التواصل المستنين من حضراتكو يعني التفاعل عليه بشكل كبير بتعملوا ايه تحديدا علشان تنظموا وقتكم وقت اولادكم في اول اسابيع الدراسة ده سؤال مهم جدا ربما هيبقى فيه اجابات كتير جدا وحنحاول يعني نتناقش مع حضراتكو طوال حلقة اليوم واول واحدة سأل هاجمانا اه بصي بقى هترجعني الايام زمان ايه طبعا انا على ايامي ما كانتش يبقى سوشال ميديا والكلام ده فاحنا كان بالنسبالي كانت المدرسة بتبدأ المواسكر يبدأ اه وما تبتدي بقى خلاص هنزايها هنذاكر وهنركز وما عندناش فكرة ان احنا اللعب هو يوم الخميس والجمعة ايه السبت برضو خلاص بنتحضر للحد فما كانتش فيه بقى قدامي هو الخميس والجمعة طول ايام بقى المدرسة كنا طبعا من قبلها بسا لنبقى اسبوع من بتدي بقى نحضر اللبس والشنطة بتاعت المدرسة ونجيب الكتب ونجيب الادوات ونجلد ونجلد بقى الكراسات والكتب وكانت احنا كان كانش فيه سوشال ميدي بسا كان فيه تليفزيون كان بتقفل تليفزيون الساعة كام وكانت بتقول ما تفرجوا ساعة كنت بخش نام الساعة عشرة بس احنا كان لدينا نظام بقى يعني كنت بارجع من مدرسة اتغذى واخش نام شوية وبعدين اصحى اخلص الهومورك واخلص الحاجة اللي عندي وبعدين شوية كده يعني حبة صغيرين برضو ممكن اتفرج على مسلسل بقى ممكن اتفرج على كاتون وبعدين اخش نام بقى وتحضر لتاني يوم اصحى الصبح الساعة ستة مثلا ايه ونبتدي بقى ليوم من الاول بس كان قابل انا فاكرة المرحلة بتاعت تجليد الكتب بقى والحاجات دي كانت صعبة كانت مرحلة عارفت وقت حواليك بقى كل انواع والوان الجلدات والتيكت إنت فا كنت بتعمل إيه؟ لا أنا دلوقتي بأعمل إيه مع أولادي أنا المشكلة الكبيرة لا أنا لأنت لي من الأول الأول خالص بقى يعني أنت كنت بتعمل إيه؟ لا والله أنا كنت بأعمل إيه؟ أنا مكنش عندنا أنا كنت أزيج بالضبط ما كانش فيه طبعا لا في موبايلز ولا في سمارتفونز ولا في الحياة اللي إحنا شايفنا دلوقتي فكاد برضو الدنيا مقتصرة على القنوات الصغيرة اللي بنشوفها فكنا طبعا بنقفل التلفزيون ده ما حدش يفتحه بعد الساعة ثمانية ده خلاص ثمانية ده يعني شيء محرم أن التلفزيون يتفتح في البيت علشان الكل يستعد إنه هو بقى إيه؟ بتعشى ننام بنعمل الأجواء بتاعت النوم إحنا عندنا مشكلة دلوقتي ربما في عشرين اتنين وعشرين في قصة الموبايل إزاي تحكم أولادك إنه هو تسحبه ميديوم تدريجية يبقى الأوقات أقل هي دي أظن أكبر حاجة بتعنيها قصة الساعة البيولوجية بتتضبط كده كده يعني هي غصبة عن الطفلة هتتضبط أول أسبوع هتعاني بتاع بس أنا مجرب كتير يعني أسبوع اتنين هتتضبط هتتضبط ما بقاش فيها وشكلة بس طبعا التحود بقى على قصة إنه خلاص بنشيلي الموبايلات بنقفل الدنيا على تمانية تسعة بكتير وهو ده أهم حاجة ده إذا أقولك إنه الساعة بولوجيا يعني الروتين اللي كان بيحصل في أيام الدراسة ده لسه مستمر يعني لحد النهاردة لازم أنام مثلا الظهر شوية وبعدين يعني لازم السيستم ده لسه مكمل معي مش عارفة هتخلص منه بس لسه مكمل معنا بس كان فيه كمان نقطة مهمة إنه يمكن لأ فكرة كان فيه كمبيوتر وقتها بس الكمبيوتر اللي هو كان بيبقى في البيت ده كان بيبقى موجود برضو كان ليه وقت محدد كده في اليوم تتقعد ساعة عشان تفتح وتقفل ويقعد ساعة بل ما يتحمل كبتفهم وكان بتفتح لي كمبيوتر من بادري أنا متخلصي كل ساعة سخر الكمبيوتر وتعالي يمكن كان فيه على قد وكان فيه اهتمام قوي بالدراسة بصراحة بس كان برضو فيه اهتمام إنه يعني لا نقعد مع بعض يبقى فيه وقت كده لازم كل يوم لينا لو حتى لي أنا قاعد أتفرج على حاجة قاعد أعمل حاجة بس كان طبعاً فيه اهتمام بالدراسة جداً كان فيه اهتمام مثلاً إنه يبقى فيه وقت بنحكي لبعض إيه اللي حصل يعني ممكن قاعد أحكي إيه اللي حصل معي مثلاً في المدرسة النهاردة فأعتقد ده مهم جداً جداً داخل المدرسة كده يعني آه مهم إنهم يذكروا مهمة امتحاناتهم مهمة الكوزز مهمة كل الكلام ده بس الأهم بجده اللي يفضل مكمل معاهم على طول بقى إن انتو تتكلموا معاهم إن انتو تصاحبوهم إن انتو تعرفوا إيه اللي حصل معاهم مش لازم كل مثلاً ما طفل يجي يشتكي من أي شيء يبقى أنت بتتدلع أو أنت لأ مش مركز أو هو بيقول أي يعني كلام عشان يتخلص بسلاً من المذاكرة أو بيدي نفسه مبررات مهم جداً إن إحنا نسمع ولادنا في البيت نتكلم معاهم آه مهم مرة تانية مستقبلهم مهم والمذاكرة مهمة بس برضو إحنا عايزين نطلع شخص سوي نفسياً صحيح جداً متفي معاك جداً لازم النقاشه ولازم كمان العقاب ما يبقاش عقاب بالمعنى العقاب العقاب إنه هو يبقى زعلان على زعلك صح بالزفت ما يبقاش خوف ما يبقاش خوف ويبقى فيه حب طول الوقت ولكن لما بابا زعل أو ماما زعلت هو اللي ييجي ويصالح ولازم نعود مع بعض أنا متفق معاك جداً يا جماعة السمارتفونز بجد يعني ربما فيه جيل بيعاني من مشاكل بسبب السمارتفونز بنشوفها يعني لكن أنا شايف الأجيال اللي جاية بقى موضوع ربما تضاعف لأن إحنا شفناها على كبر وليه شفنا لها سلبيات كتير جداً في حياتنا صحيح أعرفش بقى اللي جاي ده حيبقى عامل إزاي لأن يعني على قد ما هي مسهلة يا مصطفى الدنيا بس على قد ما هي هتتطلب مننا مجهود مضاعف عشان نقدر نجالي الأولاد يعني نقدر نبقى معاهم في الوقت حتى اللي هم بيستخدموا فيه سوشال ميديا ونقدر كمان نتكلم معاهم فيحتاج مجهود مضاعف مننا تنظيم أكتر للوقت مش هقول مراقبة لكن متابعة أكتر فعلى أي حال يعني يمكن أنا ومصطفى تكلمنا كنا بنعمل إيه قبل مدرسة بالنسبة لنا ومصطفى حكا كمان بيتصرف إزاي مع ولاده في الأيام دي إنتوا قلوا لنا بقى إيه قبل إيه التفاصيل اللي كنتوا بتعملوها أو إزاي كنتوا بتنظموا وقتكم أو وقت الأولاد في أول أسبوع في الدراسة وأن الموجود على صفحتنا على فيسبوك أكيد مستنين إجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقة النهار لصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا وصباح الخير يا مصر